وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خاصة التي تهدف إلى اكتساب تكنولوجيا الحديثة وامتلاك القدرة الصناعية وتوفير فرص العمل وخلال اجتماعه برئيس الوزراء مصطفى مدبولي ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين وجه الرئيس السيسي بتعظيم القيمة المضافة من المواني على البحرين الأحمر والمتوسط في إطار خطة الدولة لتعزيز وضعية مصر كمركز صناعي ولوجستي إقليمي على النحو الذي يدعم جهود تحقيق التنمية الشاملة اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد وليد سامي جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والفريق أحمد الشذلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاجتماع تناول استعراض النشاط الاستثماري في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حيث اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على الموقف التنفيذي للمشروعات الاستثمارية وجهود تعزيزها من خلال المناطق الصناعية المختلفة الجاري إنشاؤها وتشغيلها في المنطقة بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية فضلاً عن مختلف القطاعات الصناعية المستهدفة ومن بينها قطاعات الدواء ومستلزمات صناعة السيارات والصناعات الكهربائية والهندسية بالإضافة إلى جهود توطين مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والوقود الأخضر لسيما في ضوء نجاح عملية تموين سفينة حاويات بالميثانول الأخضر بميناء شرق بورسعيد للمرة الأولى في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط في إطار تعميق الاستفادة من الموانئ المصرية وتحويلها لمركز إقليمي لتموين السفن بالوقود التقليدي أو الأخضر وتوطين صناعة الوقود الأخضر والصناعات المغذية والمكملة له وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بمواصلة العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خاصة التي تهدف إلى اكتساب التكنولوجيا الحديثة وامتلاك القدرة الصناعية وتوفير فرص العمل وبما يعظم القيمة المضافة من الموانئ البحرية المصرية في إطار خطة الدولة لتعزيز وضعية مصر كمركز صناعي وتجاري ولوجستي إقليمي على النحو الذي يدعم جهود تحقيق التنمية الشاملة على مستوى الجمهورية